اهلا بعودتكم من جديد هم يقضون له باحتياجات اللي يبيها فأحنا نبي يتعلم المسؤولية ولكن ما نبي بصورة مباشرة ممكن نستعين بشي يساعدنا ويساعد ولدنا بتحمل المسؤولية لا بس إذا كان يحب الكائنات الحية اللطيفة الصغيرة أنه يختار أحد هذه الحيوانات أجلكم الله ونقوم بالبحث مع بعض هنا شنو؟ هنا بداية التعلم. ودك تقنيب هذا الحيوان عندنا بالبيت الله يعزكه؟ فيقول إيه ينقل حيوان اللي يبيه ونبدأ نبحث مع بعض عن معلومات عن هذا الكائن الحي شنو يأكل؟ شنو يشرب؟ شلون نأتني فيه؟ شلون نحافظ على صحته؟ وشلون نحافظ على نظابته؟ هنا احنا شنو قاعدين نعلم الطفل أنك لما تختار هدفته بتوصله لابد أن تجمع قاعدة بيانات ثابتة وجيدة حتى تتعامل مع هذا الكائن الحي بعدين نبدأ بمرحلة اختيار الكائن الحي شلون نحصل عليه؟ هل نستطيع أن ندفع فلوس وناخذه؟ أم يجب أن ناخذه من مراكز الإيواء؟ بحيث أن هذا الكائن الحي لا يباع ويشترى حسب الآلية اللي احنا نعتمدها للتعامل مع هذا الكائن الحي احنا قاعدين نأسس عند الطفل قيم معينة رح يبني عليها كل طاقاته وقدراته وتعاملاته للأمام وللمستقبل بعد ما يبنى هذا الكائن الحي ووفرنا كل الاحتياجات اللي يحتاجها وتعلمنا مع بعض شلون نهتم فيه ورعي بالبداية نبدأ نتشارك مع بعض بالبحث عن اسم لطيف حقه فلما ني نختار نقول له احنا دايما نحب نختار الاسم جميل لأنه لك من اسمك نصيب فهني يبدأ هو بعد يتعلم انه يختار الألفاظ بصورة صحيحة يبدأ بعدين نعطي الطفل المسؤولية جزء منها نيهتم فيه وجزء مننا لنا حتى يكون لازال هناك مشاركة وتحت اشرافنا ومتابعتنا يهتم بهذا الكائن الحي هنا أنا قاعدة عزز عند الطفل التخطيط المسبق للأعمال الإعداد الجيد كقاعدة عشان توصل حق هدفك وتتعامل معاه بصورة صحيحة وعززت عنده قيمة الرحمة الرأفة الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الكائن الحي والخوف من الله ومراعاته بالتعامل مع هذا الكائن الحي هل فقط يكون مع عزكم الله الحيوانات لا ممكن أن يبنبات وأيضا نحتاج إلى مسؤوليات وأعداد مسبق فبنفس الطريقة نبدأ نقول ودنا نجرب هذه المهارة أن نحن نزراع وهذا النشاط ونسويه وأيضا هذا راح يعلم الطفل الإحساس بالمسؤولية على مدى طويل لما نبدأ أسس قاعدة بيانات شنو نحتاج شنو المواد اللي نبيها هل يكون داخلي خارجي شنو الأشياء اللي متاحة عندنا هل عندنا مكان برا لأن نحتاج داخل البيت فيبدأ يتعلم شلون يشوف الأمور من حواليه ويعد لها أعداد مسبق جيد بعدين لما توصل التربة والبذور لما نين علمه شلون لازم مثلا يلبس طفازات يعد العدة يجهز المكان هذا كله تعليم للطفل أنه يتعلم الإحساس بالمسؤولية لكن ما أي أقول ليها بصيغة محاضرة وإنما بممارسة عملية بيني وبينه وبمشاركة ومتابعة من ولي الأمر لما نحط البذرات ويبدأ يطل عليهم كل يوم ويبدأ يتابعهم بالري والتعريض للشمس وينتظر عليهم حتى ينبتون ويكبرون هنا أنا قاعدة علمه أنه عنده مسؤولية أنه يهتم فيهم فنلاقيه أنه يراعيهم يخاف عليهم ويبدأ يتابعهم وبصورة مستمرة ويتعلم الصبر على رغباته لأنه بعد ما حط البذرة انتظر لوقت معين حتى أنها تنبت ويستمتع بثمرها ممتاز جدا إذا كنت أقسم المسؤوليات بين الأخوان الأثنين أنت مسؤول عن كذا وأنت مسؤول عن كذا وبعدين يكون التبادل بالمسؤوليات حتى أن كل واحد يمر فيهم بنفس المراحل والخطوات هنا إحنا قاعدين نخلق علاقات اجتماعية بين الأخوة وأحساس بالمسؤولية فيما بينهم وتعزيز قيمة الرحمة والرفق في نفوسهم خلكم اقراب معنا فاصلوا راجعين رجعنا معكم ومع إحساس عيالنا بالمسؤولية اتفقنا مع بعض أن الإجازة الصيفية ليست فقط للنوادي والسفرات وإنما التخطيط الجيد يبدأ من منازلنا هل إحساس الطفل بالمسؤولية يتم تعزيزه فقط بالتعامل مع الكائنات الحية مع النبات أو أعزكم الله الحيوان لا طبعا هناك قدرة عالية لولي الأمر أن يعزز إحساس الطفل بالمسؤولية والتراحم والتواصل بين أفراد الأسرة إشلون؟ لما يكون عندي أحد الأطفال لا سمح الله مريض فأبدأ أكلم أخوه أقول له حبيبي كلما يصير وقت غروب الشمس ذكرني دواء أخوك هني يبدأ هو يحرص يتابع غروب الشمس ويذكرك بالوقت المناسب فهني يحس بالمسؤولية تجاه أخوه لما يكون الصبح قعدناهم حق طلعة حلوة أو زوارة جميلة وكان أحد فيهم ما قام فأبدأ أقول حق الثاني حبيبي طلع لأخوك شوفه قام ولا لا حبيبي شوف أختك البست ولا تحتاج مساعدة هني أنا لما أوجههم أنهم يديرون بالهم على بعض يتابعون جهوزية بعض هني أنا قعد أعطي مسؤولية تجاه أحد أخوانه أحياناً قد يكون هناك فارق في الأعمار فأنا هني لمن أي عند عيالي أقول لهم مثلاً لصغير قعد يأكل لكبير يقعد معاه تابع لمن تشوفه أكل ساعده في ارتداء ملابسه عندما يكون ينقذ بعض الأغراض فأقول له ماما قم ساعد أخوك حبيبي طل على أخوك هني أنا كثر ما أوصيهم على بعض وكثر ما أربطهم على بعض راح تتقوى العلاقة فيما بينه ويحس بالمسؤولية تجاه الآخر إذا كان مر وقت طويل على قعدة العائلة وأحدهم غائب وموجود فإن لمن تذكر الأم أو الأب ويذكرون العيال أنه وين فلان مكانة فاضي تتصلوا وشوفوا ليش ما وصل ليش للحين متأخر فهني شنو يصير يبدون بالمرة الياية أهم من نفسهم يفقدون ويعرفون أنهما لازم يتصلون ويسئلون أيضاً الإحساس بالمسؤولية قد يكون معزز من خلال الأعمال التطوعية نبحث في خلال فترة الصيف عن أحد الأنشطة التطوعية اللي تساعد الطفل أنه يلتحق فيها ويمارس بعض الأنشطة اللي ما راح تعود عليه بأي فايدة مادية وإنما تكون الفايدة معنوية إشلون؟ لو شاركنا بتنظيف الشواطر فإن الطفل يشعر بأنه هناك مسؤولية تقع على عاقتيقة بأنه يمارس هذا النشاط بحب يساهم بتنظيف الشاطئ والمحافظة على بيئة الدولة هنا أنا قاعدة علما أننا مسؤولين عن نظافة بلدنا وهذا بعمل تطوعي لا يقابل مقابل مادي وإن هناك حسنات من الله سبحانه وتعالى ومسؤولية جيدة نحن نكون فيها تجاه وطننا وتجاه بلدنا لما نكون في أحد المرافق العامة ونشاهد أحد الأشياء ويكون مثلا تالف أو خربان بفعل أحد مثلا الناس أو المارة فهني أنا فرصة جيدة جدا أني أناقش والدي بهذا الشي اللي قاعد يصير شفت هذا الشي تتوقع منه مسوي أنزين ليش صار إحنا شنو دورنا في المجتمع عشان نعدل هذا الشي إش كثر الدولة صرفت عليه عشان تسويه بالمقابل هذول الناس إيش رايك فيهم هل أهم الناس مسؤولين هل أهم الناس يحسون بقيمة الوطن فهني مع هذه المناقشات تتعزز عند الفكرة ستستمرار تكرارية كلمة إن إحنا مسؤولين إن إحنا مسؤولين يشعر بمسؤوليته تجاه الآخر تجاه المجتمع تجاه البلد ولكن دائما يجب أن نحرص على عدم التطرف بتعزيز المسؤولية ليش؟ لأن أحيانا عندما نبالغ بأن نشعر هذا الطفل بالمسؤولية فنجد أن المحيط اللي حوالي يتكل عليه تماما ويحرم الطفل من الشعور بالاستمتاع بالنشاط اللي مارسه لذلك يجب أن يكون هناك اعتدال بأمور الدين والدنيا بالإحساس بالمسؤولية بالالتزام بالعلاقات الاجتماعية هني يكون دورنا إحنا كوليا أمور لتوجيه قدرات أيالنا ومهاراتهم وتأسيس علاقاتهم وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وبرنامج هلا يا خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر